اشتركوا في القناة زي ما تعودنا دايما في حلقاتنا اللي فاتت ان احنا بنبدأ ندي revision سريعة عن ما تم ذكره في الحلقة اللي قبلها وبعد كده بندخل في موضوع الحلقة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن مقدمة عامة عن المنهج بتاعنا ايه الحاجات اللي احنا هندرسها في المنهج الترم التاني قلنا ان احنا عندنا في الترم التاني 3 ابواب اساسية اللي هو الباب الخامس والسادس والسابع وقلنا ان الباب الخامس هندرس فيه عنوان تدارج الى ازهنة اكتر من مرة في الترم اللي فات وهو العناصر الغذائية ووظائفها في جسم الانسان خدنا العنوان ده في الباب التاني بس اتكلمنا بس عن عنوين رئيسية عن العناصر الغذائية ووظائفها في جسم الانسان زي ايه؟ قلنا ان احنا عندنا عناصر لتوليد الطاقة الحرارية وقلنا بتنقسم الى المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية تاني حاجة لعنصر النمو اللي هو مسئول هو البروتين عنصر النمو اللي هو البروتين تالت حاجة عناصر تنظيم العمليات الحيوية في جسم الانسان واللي بتنقسم الى الويتامينات بانواعها المختلفة والاملاح المعدنية واربعاء الالياب السيلولوزية خمسة الاضافات والتوابل اللي بتضيف نكهة الى الطعام بتاعنا واخر حاجة عنصر الماء اللي هو عنصر حيوه مهم جدا في جسم الانسان خدنا نفس العنوان ده في الباب الرابع في الترمي اللي فات وقلنا ان احنا قسمنا المواد الكربوهيدراتية الى سكريات ونشويات وقلنا السكريات زي ايه؟ زي السكر الابيض السكر البني الحلويات بانواعها المربة وغيرها من انواع السكريات وانشويات زي الارز زي المكارونة زي البطاطس زي البطاطا وغيرها اتكلمنا عن مواد الدهنية وقلنا انها بتنقسم الى مواد دهنية من اصل دهون ومن اصل نباتي قلنا اللي من اصل حيواني زي ايه؟ زي القشطة زي الزبدة اللي بتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة اما اللي من قص نباتي اللي هي الزيوت زي زيت القطن زيت عباد الشمس زيت الزتون زيت بزرة الكتان اللي هي سيلة في درجة حرارة الغرفة بعد كده اتكلمنا عن عنصر النمو وقلنا مين هو عنصر النمو هو البروتين المسؤول عن نمو وبناء الخلايا في جسم الانسان وتعويض التالف منها بعد كده اتكلمنا عن عناصر تنظيم العمليات الحيوية في جسم الانسان وقلنا اللي هي الفيتامينات زي فيتامين ألف وزي فيتامين بي وزي فيتامين جيم وزي فيتامين دال وبعد كده الاملاح المعدنية زي الحديد والكاليسيوم والفسفور واليود اتكلمنا عن كل عنصر من العناصر دي بس بطريقة مبسطة اما في الفصل الخامس بتاعنا هنتكلم عن كل عنصر من العناصر الغزائية دي من حيث تعرفها السعرات الحرارية اللي المفروض الجسم هيحتاجها على مدار اليوم من كل عنصر إزاي بيتم هضم وتمثيل وامتصاص كل عنصر من العناصر دي داخل جسم الإنسان هنتكلم كمان عن أهمية وفوائد كل عنصر من العناصر للجسم وإعراض نقصه ده بالنسبة للباب الخامس الباب السادس قلنا إن احنا هنتكلم فيه عن أهمية تخطيط الوجبات هنعرف يعني إيه تخطيط وجبة إزاي بخطط للفطار أو الغداء أو العشن وإيه أهمية تخطيطي للوجبات دي هناخد كمان وسائل تخطيط الوجبات عندي أربع وسائل لتخطيط الوجبات حاجة اسمها المجموعة النوعية التلاتة المجموعة النوعية الأربعة نموذج الطبق أو طبق الإشارة والهرم الغذائي كل ده هنعرفه بالتفصيل فيما بعد في الباب الأخير وهو الباب السابع هندرس فيه بقى دور الغذاء في حكتين اتنين الوقاية والعلاج يعني إيه وقاية؟ الوقاية أن أنا لسه ما جليش مرض وأنا بقي نفسي من الأمراض إيه الوجبات الغذائية؟ وإيه المؤكملات الغذائية والعناصر الغذائية المفروض تحتوي عليها الوجبات بتاعتي علشان أقي نفسي من المرض طب لو أنا خلاص تعبت ودخلت في مرحلة المرض إيه الوجبات الغذائية؟ المفروض أنا أتناولها علشان تسرع من عملية الشفاء بتاعتي هنتكلم كمان عن أهمية الغذاء بالنسبة للصحة بتاعة الجسم هنتكلم عن صحة الغذاء نفسه الغذاء ده يبقى سليم وصحة إزاي؟ إن أنا بخسي الإيدي قبل الأكل وبعده إن أنا بحفظه في التلاجة على درجة حرارة معينة وغيرها من الطرق المفروض بحفظ بيها الغذاء هنتكلم عن طهي الطعام وطرق طهي الطعام هنتكلم عن سوق التغذية وإيه هي العوامل اللي بتساعد على أن أنت عندك سوق تغذية العوامل اللي بتعرفك أن أنت فعلا عندك سوق تغذية ده بالنسبة للمنهج بتاعنا للترمدة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عنصر مهم جدا من العناصر بتاعتنا بالنسبة للعناصر الغذائية ووظائفها في جسم الإنسان اتكلمنا عن المواد الكربوهيدراتية قلنا أن المواد الكربوهيدراتية هي المصدر الرئيسي للطاقة داخل جسم الإنسان وأرخص مصدر من مصادر الغذاء أرخصهم بتنقسم إلى سكريات أحدية سكريات سنائية سكريات أو كربوهيدرات عديدة التسكر اتكلمنا عن السعرات الحرارية اللي المفروض الجسم بيحتاجها على مدار اليوم من الكربوهيدرات وقلنا أنه هو بتختلف على حسب وزن الجسم على حسب السن نوع العمل والجهد المبزول من شخص تاني بس في العموم أو في العامة الشخص بيحتاج إلى 60% من السعرات الحرارية على مدار اليوم من الكربوهيدرات علشان يقدر يقاوم ويقدر يقدي أعماله اتكلمنا عن هضم وامتصاص الكربوهيدرات في جسم الإنسان وقلنا أن هي بتبدأ من مرحلة الفم تنتقل إلى البلعوم ثم المعدة ثم إلى الأمعاء اتكلمنا عن أهمية وفوائد الكربوهيدرات لجسم الإنسان وقلنا أهمهم أن أهم مصدر لتوليد الطاقة الحرارية داخل الجسم اللي هتساعد الشخص على أنه يبزل المجهود ويقدي عمله بنشاط هتمنع تراكم الدهون حوالي الكبد هتساعد في إخراج الفضلات اللي موجودة في جسم الإنسان بعد كده انتقلنا للتاني عنصر وهو عنصر النمو اللي هو البروتين البروتين قلنا أنه عنصر النمو اللي بيساعد على بناء وتجديد الخلايا داخل جسم الإنسان تعويض التالف منها اتكلمنا برضو عن أهميتها في بناء الأنسجة وتعويض التالف منها وأنه مصدر مهم جدا بيساعد الشخص أنه هو يمه بتشكل الصحيح ويبعده عن أي أو فيه عملية جراحية أو حروب أو كسور يجدد من الخلايا والتقام الجروح دي بسرعة كبيرة قلنا احتياجات الجسم من البروتين بتبقى أربعة سعر حراري كل العناصر الغذائية تقريبا أو أغلبها بيحتاج الجسم منها أربعة سعر حراري على مدار اليوم معدى المواد الدهنية اللي هتبقى موضوع حلقتنا لهذا اليوم الموضوع بتاعنا النهاردة بالنسبة للعناصر الغذائية ووظائفها في جسم الإنسان أول حاجة معينا النهاردة وهي المواد الدهنية إيه هي المواد الدهنية؟ المواد الدهنية بتبقى موجودة في سورة دهون في المملكة الحيوانية وموجودة في سورة زيوت في المملكة النباتية يبقى المواد الدهنية بتوجد في سورة دهن فين؟ في المملكة الحيوانية وبتوجد في صورة زيوت يعني تبقى سيلة في درجة حرارة الغرفة في المملكة النباتية قال لي بتنقسم الى ايه الدهون دي اول حاجة بتنقسم الى دهون مشبعة اتنين دهون غير مشبعة ايه هي الدهون المشبعة قال لي الدهون المشبعة موجودة في الدهون الحيوانية حاجة مشبعة بتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة زي القشطة زي الزبدة زي السمنة البلدي زي السمنة الصناعي اما بالنسبة لغير مشبعة مش مشبعة بالدرجة الكافية زي جميع الزيوت بانواعها المختلفة قال لي كل الدهون او معظم الدهون اللي بنتناولها بتبقى من الدهون البسيطة علشان ما تصبش بالسمنة المفرطة وتضطر تدخل في اجراء عمليات شفط دهون وعمليات جراحية انت في غينة عنها اي دهون وزيوت بتتحت في درجة الصلابة بتاعتها وزوابانها بحاجة اسمها السلسلة الكربونية قال لي عندي فرق بين دهون البكر والغنم ودهون الطيور بيفترقوا من حيث الصلابة بتاعتهم دهون الطيور بتبقى اقل صلابة من دهون الغنم او البكر اما الاسماك بتبقى اقل صلابة عشان بتحتوي على نسبة عالية من الاحماض الدهنية الغير مشبعة طيب بالنسبة للدهون قلنا ان هي بتوجد في صورة ايه بتوجد في صورة دهن في المملكة الحيوانية وبتوجد في صورة زيوت في المملكة النباتية طب ايها مصادرها بقى قال لي لها مصادر نباتية ولها مصادر حيوانية مصادرها الحيوانية موجودة في شحوم الحيوانات موجودة في جلد الطيور موجودة في السمنة البلدي والزبدة والاشطة وكل زيوت الاسماك بانواعها موجودة في صفار البيض والالبان والجبن اللي هي كاملة الدسم طيب بالنسبة للمصادر النباتية قال للمصادر النباتية اللي هي الزيوت اللي هي بتبقى سيلة في درجة حرارة الغرفة زي ايه قال لي زي زيت القطن بزرية القطن زيت الزتون زيت بزرية الكتان زيت جوز الهند فول السوية الزيوت المهدرجة ايه الزيوت المهدرجة دي قال لي الزيوت المهدرجة هي الزيوت اللي بضيف لها بعض الشحوم بتدي بعض الشحوم البسيطة عشان تبقى صلبة شوية ما تبقاش القوان بتاعها سيل ازاي بقى بيتم هضم وتمثيل الدهون احنا قلنا ان هضم وتمثيل المواد الكربوهيدراتية بيبدأ في الفم ثم البلعوم ثم بينتقل الى المعدة وفي الاخر الامعاء البروتين بيبدأ من المعدة طب الدهون اللي بيبدأ هضم وتمثيل الدهون في حاجة اسمها الاثنى عشر يبدأ من الاثنى عشر بعد كده بيتحول الى مستحلب دهني يصب في العصارة الصفراوية وبعد كده يوصل الى الامعاء عشان يتحول الى احماض دهنية وجلسترين يسهل امتصاصه ينشط لي من الدورة الدموية بتاعتي وبعد كده يوصل من الدم الباقي اجزاء الجسم الكبت بقى والانسجة الدهنية والقلب وغيرها من الانسجة والاعضاء الداخلية داخل جسم الانسان يبقى انا عندي المواد الدهنية بتنقسم الى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة المشبعة موجودة فين؟ في المملكة الحيوانية في سورة دهون والغير مشبعة موجودة في المملكة النباتية في سورة زيود وانا عندي لها مصادر نباتية ومصادر حيوانية الهضم والانتصاص بتاعها بيبدأ من الاسنى عشر طيب ايه هو العضو الرئيسي اللي مسؤول عن عملية التمثيل الغذائي للدهون في جسم الانسان؟ قال للكبد الكبد هو اللي مسؤول عن عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم بيعمل ايه؟ قال لي بيصنع الاحماض الدهنية دي وبيبني الكولسترول عشان ينظمها في الجسم وبعد كده يعمل اكسادة لها تبدأ بقى الدهون دي تتحول الى مركبات اسمها مركبات كيتونية يبدأ الجسم يحرق الدهون دي في انسجة الجسم عشان يولدها لطاقة الدهون تتحول لطاقة ليه تتحول لطاقة؟ عشان الجسم يبقى قادر على اداء عمله على بزل المجهود بتاعه قال لي بتبني حاجة اسمها الفوسفوليبيدات اللي بتمنع من ترصب الدهون داخل الكبد طيب ايه فوائد الدهون؟ زي ما اخدنا فوائد الكربوهايدرات وقلنا ان هي المصدر الرئيسي للطاقة في جسم الانسان نفس الموضوع احنا قلنا ان العناصر توليد الطاقة حاجتين المواد الكربوهايدراتية والمواد الدهنية برافو عليكم المواد الدهنية اول حاجة مصدر رئيسي جدا للطاقة باخد منها كام سعر حراري اللي تسعة سعر حراري على مدار اليوم بتاعي يبقى اول فايدة من فوائد الدهون مصدر رئيسي للطاقة داخل جسم الانسان بيساعدني على بسد المجهود باخد منها كام سعر حراري على مدار اليوم اللي بتتخزن في الجسم بكميات كبيرة جدا عشان كده المفروض ان انا اخلي بالي ونبطي الطعام ان انا متخلش كمية دهون كتيرة في الطعام بتاعي ليه؟ علشان ما صابش بالسمنة المفرطة واضطر ان انا اجري عمليات شفط دهون وغيرها من العمليات اللي ممكن تدخني فيه مشاكل صحية تانية قال لي كمان الدهون دي موجودة فين؟ في طبقات تحت الجلد طبقات اللي تحت الجلد بتحفظ لي درجة وليونة وشكل الجسم بتاعي بيخليه شكله كويس وجمالي طيب عشان كده لما بلاقي الناس اللي عندها سمنة مفرطة وبتكرر ان هي عايزة تخس وتنزل من الدهون في جسمها بعد ما بتخس وتوصل للوزن اللي هي محتاجة نلاقي ان الجسم في بعض التراهولات او مكرمش ليه؟ لان الدهون دي اصلا بتبقى شد الجسم في حالة السمنة اول ما يبدأ الجسم ينزل للقوان بتاعه او اللي هو الشخص ده عايز يوصل ليه يبدأ الجسم يكرمش او الجلد يكرمش على بعضه علشان كده بنقول ان الشخص اللي هو عايز يوصل للجسم المثالي او يخس في حالة السمنة المفرطة المفروض ان هو يعوض النقص ده في انه يشرب مية كتير عشان المية من العناصر الحيوية المهمة للجسم اللي هتساعد على مرونة الجلد وتجديد والنضارة بتاعة البشرة بتاعتي قال لي كمان الدهون بتعمل كوسائد وسائد عشان تحمي العظام بتاعتي لو انا اصبت باي خبطة او اي حاجة تحاول ان هي كوسادة او حماية او الدرع الواقع والحامل الاعضاء الداخلية جوه الجسم بتاعك من اي خبطة او اي ردود كمان بتمت الجسم من مجموعة من الفيتامينات التي تزوف الدهون ايه الفيتامينات اللي بتزوف الدهون قال لي زي فيتامين الف زي فيتامين دال زي فيتامين هي وهندرسهم دلوقتي بالتفصيل من حيث الفوائد بتاعتهم والاهمية واسباب او اعراض نقصهم داخل جسم الانسان كمان بتساعد الدهون على الشعور بالشبع لما باكل اكلة بتحتوي على نسبة معينة من الدهون بحس ان خلاص انا شبعت بتعمل على تليين العضلات وسهولة اخراج الفضلات يبقى بالنسبة لفوائد الدهون بتعمل ايه قال لي اول حاجة عنصر مهمة او مصدر رئيسي من مصادر الطاقة داخل جسم الانسان بتديني تسع سعر حراري بتخزن بكميات كبيرة جوه الجسم طبقات الدهون تحت الجلد بتحفظ حرارة الجلد لينته جمال تكوينه بتعمل كوسائد حول العزام بتمد الجسم بالفيتاميات اللي بتزوب في الدهون عشان تحصل من طعم الغذاء بتساعد على الشبع وشعورك بالشبع تليين العضلات وسهولة اخراج الفضلات طب ايه هي الاحتياجات اليومية من الدهون قال لي المفروض ان انت الدهون داخل الجسم او في الوبة الغذائية ما تزيدش عن حدها ليه عن 20-30% مجموع الصعورات الحرارية لانها لو زادت عن النسبة دي الشخص هيصاب بالسمنة وخاصة ان انا في فصل الصيف يبقى انا في فصل الشتاء برضو كمان ما تزيدش لكن في الصيف بالزات لو زادت الشخص نفسه هيحس ان هو مرهك ومش قادر يقوم ويحس بكسل وخمود يبقى انا عندي النسبة للمفروض باخدها من الدهون على مدار اليوم من 20-30% فقط لغير بعد كده الفيتامينات ده العنصر التاني اللي هنتكلم عليه يبقى احنا اتكلمنا عن المواد الكربوهيدراتية وقلنا مصدر رئيسي من مصادر الطاقة داخل جسم الانسان بتنقسم الى سكريات احدية سكريات سنائية سكريات او كربوهيدرات عديدة التسكر قلنا ايه هي اهميتها او فايدتها لجسم الانسان تعد المصدر الرئيسي للطاقة داخل جسم الانسان ارخص مصادر الغذاء عشان هي بتتكون من الرز بتتكون من المكارونة اللي هي الحاجات اللي فيها نشا كمان بتساعد على اخراج الفضلات بتمنع من تراكم التهون داخل الكبر اتكلمنا عن هضم وتمثيل المواد الكربوهيدراتية وقلنا ان هو بيبدأ من الفم بعد كده بينتقل الى البلعوم منها الى المعدة وفي النهاية بينتقل الى الامعين قاعد كده اتكلمنا عن الاحتياجات اليومية من المواد الكربوهيدراتية ان الجسم بيحتاج الى اربعة سعر حرارة في اليوم وده بيختلف قلنا منين لفين من الوزن للطول للجنس نفسه الشخص ده زكر ولا انسة حامل ولا طفل ولا جنين كل شخص وليه عدد سعرات حرارية بتبقى على حسب وزن الجسم نوع العمل او المجهود اللي هو بيبزله قلنا في المجمل العام بتبقى 60% من السعرات الحرارية اللي بحتاجها على مدار اليوم بعد كده انتقلنا الى البروتين وقلنا ان البروتين ده بيطلق عليه عنصر النمو والمصدر الاساسي لجسم الانسان للنمو وبناء الانسجة وتعويض التالف منها ايه اهمية البروتين عنصر النمو اللي بيساعدك على النمو بناء الخلايا في حالة اجراء عمليات جراحية او قصور او جروح واللي بيساعد على تعويض التالف وصرعة التقام الجروح دي في الجسم اتكلمنا عن تمثيل وهضم البروتين وقلنا بيبدأ منين بيبدأ من المعدة وبعدين العصارة الصفروية والامعاء بعد كده اتكلمنا النهاردة عن المواد الدهنية وقلنا ان المواد الدهنية بتنقسم الى ايه بتنقسم الى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة مشبعة يعني صلبة في درجة حرارة الغرفة موجودة في سورة دهون في المملكة الحيوانية والغير مشبعة في سورة زيوت يعني سيلة في درجة حرارة الغرفة وموجودة في المملكة النباتية ايه هي مصادر الدهون قلنا عندنا مصادر حيوانية ومصادر نباتية المصادر الحيوانية اللي هي موجودة في الصفار البيض موجودة في القشطة، موجودة في الزبدة، موجودة في السمنة البلدي، في السمنة الصناعي أما النباتية الزيوت بكل أنواع زي ايه؟ زي زيت بزرة القطن، زيت بزرة الكتان، زيت الزتون، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، الزيت الحار وزيوت المهدرجة اللي أنا ضفت لها بعض الشحون عشان تديها القوام الصلب أو السميك شوية ما تبقى سيلة أول تكلمنا عن تمثيل واحد من المواد الدهنية قلنا بيبدأ منين؟ بيبدأ من الإسنة عشر على عكس طبعا الكربويدرات اللي بتبدأ من الفم بروتينات بتبدأ من المعدة أما المواد الدهنية بتبدأ من الإسنة عشر تكلمنا عن فوائد الدهون وقلنا أن هي برضو مصدر مهمة من مصادر الطاقة لأن العنصر أو المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الحرارية داخل جسم الإنسان بتسرع من عملية إخراج الفضلات عشان الشخص ما يشعرش به الإمساك علشان بتزود من الكتلة البرازية فبالتالي تساعد في إخراج الفضلات بعد كده اتكلمنا عن السعرات الحرارية اللي الشخص بياخدها على مدار اليوم من الدهون قلنا من عشرين إلى تلاتين في المية فقط وما زودش منها بالزاد في فصل الصيف عشان ما يحصلش سمنة واضطر إن أنا ألجأ لعمليات جراحية أو إجراء عمليات شفط للدهون فأصاب بأي أمراض تانية تعالوا بقى ننتقل إلى النقطة التانية معنا في حلقة اليوم وهي الفيتامينات الفيتامينات والأملاح المعدنية قلنا من عناصر تنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان هنتكلم النهاردة عن الفيتامينات اللي بتزوب في المية والفيتامينات اللي بتزوب في الدهون الفيتامينات إيه هي الفيتامينات؟ إيه تعرفها؟ اللي هي عبارة عن مجموعة من المواد العضوية اللي جسمي بيحتاج إليها بكميات بسيطة ولكنها حيوية ليه؟ لأن الفيتامينات بتبقى كعامل مساعد لكل أو في عمليات الحيوية داخل جسم الإنسان في نمو الخلايا في تجددها في بناء العضلات في الوقاية من الأمراض في الحفاظ على صحة الجسم عشان كده لازم أي وجبة غذائية ده سواء فطارك أو غداك أو عشاء تحتوي على الفيتامينات ليه؟ عشان تبني الأجزاء الداخلية داخل الجسم تساعد الجسم على أنه يبزي المجهود يبقى إيه هي الفيتامينات؟ هي مجموعة من المواد العضوية التي يحتاج إليها الجسم ولكن بكميات صغيرة أو بسيطة لأنها بتعمل كعام المساعد في تنظيم العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان بالرغم من أنها مواد عضوية لأنها ما بتديش أي طاقة سعرية للجسم ولكنها تساعد فقط في احتراق الغذاء داخل الجسم تعمل عملية حرق للغذاء ويتحوله إلى طاقة عشان تقدر أن أنت تكمل اليوم بتاعك وأداء عملك ولو أنت قللت من الفيتامينات اللي المفروض تحتاجها في اليوم سواء اللي بتزوف في المية أو بتزوف في الدهون إلى فيتامين ألف أو دال أو بيه أو جيم أو فيتامين سي وغيرها من الفيتامينات اللي احنا عارفينها هتصاب بسوق التغذية واللي هنعرف أعراضها مع بعض دلوقتي قالي الفيتامينات دي بتنقسم إلى فيتامينات بتزوف في الدهون وبتزوف في المية إيه هي اللي بتزوف في الدهون وإيه هي الفيتامينات اللي بتزوف في المية قالي الفيتامينات اللي بتزوف في الدهون زي فيتامين ألف فيتامين دال فيتامين هي فيتامين كاف طب اللي بتزوف في المية زي فيتامين به المركب فيتامين به 12 فيتامين جيم تعالوا نعرف كل واحد من الفيتامينات دول ايه هو وايه هي فوايده وايه اعراض نقصه داخل جسم الانسان اول حاجة فيتامين اللي موجود بكسرة كبيرة جدا في الاطعمة الحيوانية في الصورة الحقيقية موجود في النباتات الصفرة والخضرة والحمرة اللي فيها السبغات الكاروتينية اللي الحاجة اللي فيها اورنج تلاقي فيها دايما اي حاجة لونها اورنج او برتوكالي بتحتوي على فيتامين الف اللي تعرف الكاروتينات دي باسم مولدات الفيتامينات اللي موجودة في فيتامين الف طيب فيتامين الف ده موجود فين او المصادر بتاعته ايه اللي بينقسم الى مصدرين حيوانية ومصادر نباتية كل حاجة عندي من العناصر الغذائية ليها مصادر نباتية ولها مصادر حيوانية المصادر الحيوانية هي ايه اللي موجودة عندي في زيت كبد الحوت موجودة عندي في زيت كبد الاسماك موجودة عندي في القشطة موجودة في صفار البيت كل كبد الطيور والحيوانات موجودة في الزبدة الطبيعية يبقى انا عندي المصادر الحيوانية لفيتامين الف هي زيت كبد الاسماك زيت كبد الحوت صفار البيت القشطة كبدة الطيور الحيوانات والزبدة طيب والمصادر النباتية كل أنواع الخضار صفرة حمرة خضرة حاجة اللي فاسة بغات كارتونية ولونها أورنج زي إيه زي الجزر زي البرتقال زي ورق العنب زي الجرجير زي السبانخ زي المشمش زي البقدونس البطاطا الصفرة كل دي مواد نباتية بتحتوي على فيتامين ألف طيب أنا بقى جسمي محتاج كم سعر حراري في اليوم أو كم وحدة دولية في اليوم من فيتامين ألف قال لي يعني إيه قصا وحدة دولية تقدر السعرات الحرارية بالنسبة لفيتامين ألف بحاجة اسمها الوحدة الدولية الوحدة الدولية دي بتساوي 500 ميكرو جرام تعالوا نعرف كل حد أو كل شخص سواء كان جانين أو طفل أو شخص بالغ أو مراهج أو حوامل بيحتاجوا كم وحدة دولية أو كم ميكرو جرام من الفيتامين ألف داخل الجسم على مدار اليوم أول حاجة عندي الرجل البالد الشخص الكبير في السن رجل بيحتاج لكم وحدة دولية قال لي بيحتاج إلى 5000 وحدة دولية على مدار اليوم طب بالنسبة للمرأة بتحتاج إلى 4000 وحدة دولية على مدار اليوم طب بالنسبة للحامل ضعف المرأة هي بتاخد أربعة طب لو حامل بتاخد لشخصين هي والجنين فتوصل إلى 8000 وحدة دولية طب بقى الأطفال والمراهجين اللي هما في سن المراهجة لسه أو الطفل من 6 سنين لحد سن 12 سنة قال لي من 1500 وحدة دولية إلى 3500 وحدة دولية يبقى أنا دلوقتي اتكلمت عن فيتامين ألف وقلنا أن فيتامين ألف ده موجود في مصادر نباتية وموجود في مصادر حيوانية قلنا المصادر الحيوانية موجود في زيت كبد الحوت موجود في صفار البيت موجود في كبد الطيور والحيوانات كل أنواعها أما في النباتية موجود في كل الحاجات النباتية الخضرة والصفرة والحمراء واللي بتحتوي على السبغات الكاروتينية اللي لونها اورنج زي المشمس زي الجزر الأصفر زي البطاطا الصفرة وغيرها من النباتات طب فويده ايه اهمية وفايدة فيتامين ألف لجسم الإنسان قلنا انه هو اول حاجة من عناصر تنظيم العملية الحيوية داخل جسم الإنسان معنا كده انه عامل مهم جدا وضروري وحيوي في النمو الخلايا بالشكل الطبيعي صيانتها حيويتها صيانة الأغشية المخاطية الخاصة بملتحمة العين يعني انت لو لقيت شخص عين ومش قادر يفتح عينه وعينه حمرة ده عنده نقص فيه فيتامين ألف حتى لو راح لقيه دكتور يقوله كل أكل فيه فيتامين ألف أو مكملات غذائية بتحتوي على فيتامين ألف تاني حاجة من فوايد فيتامين ألف عامل مهم في بناء ونمو العزام والأسنان طبعا الأسنان بتحتوي عايزة عنصر الكاليسي وكمان فيتامين ألف لان فيتامين ألف لو قل من الوجبات الغذائية هتلاقي عندك حصل تسوس فيه الأسنان حصل لك نزيف فيه الليسة العزام بتاعتك مش هتمه بالشكل الطبيعي أو المثالي يبقى أول حاجة من فوايد فيتامين ألف لجسم الإنسان عامل مهم في النمو الطبيعي للخلايا عامل مهم في بناء ونمو العزام والأسنان ثالث حاجة عامل مهم لمقاومة أي أمراض ممكن تصيب الجلد أو الأغشية المخاطية عامل مهم لخصوبة الزكر والأنسة عامل مهم للإبصار ملتحمة العين تكوين الصبغة اللي بتساعد على الإبصار في الظلام في ناس بتيجي بيبقى عندها عمى ليلي لأن دول بيبقى عندهم نقص في فيتامين ألف وهنعرف دلوقتي أعراض نقص فيتامين ألف اللي من ضمنها العمى الليلي بيمنع تساقط الشعر بيمنع كمان جفاف الجلد أنت لو خدت أي مكملات غذائية بتحتوي على فيتامين ألف هتلاقي الجلد بتاعك رطب هتلاقي فيه ليونة هتلاقيه ملمسه ناعم طب لو قللت من ده هتلاقي الجلد بتاعك بقى جف هتحس إنه هو ملمسه خشن هتلاقي تساقط كتير في الشعر يبقى من أهم فوائد فيتامين ألف أول حاجة عامل مهمة في النمو الطبيعي للخلايا تاني حاجة بناء نمو العزام والأسنان مقومة الأمراض اللي بتتعلق بالجلد بيمنع تساقط الشعر بيمنع جفاف الجلد عامل مهمة للإبصار عامل مهمة للخصوبة بالنسبة للذكر والأنسة بالنسبة لأعراض نقصه لو أنا دلوقتي قللت من فيتامين ألف في الأكل أو الوجبة الغذائية اللي أنا بتناولها إيه اللي ممكن يحصل لي العشاء أو العمى الليلي تيجي بالليل تلاقي نفسك فاقد الرؤية مش قادر تشوف بالشكل الطبيعي زي ما أنت بتشوف في فترة النهار جفاف ملتحمة العين الغدة الدمعية هتلاقي كده فيه جفاف عندك لو أنت عايز تعايت مش قادر لأنت تعايت عندك جفاف في العين الدموع ما بتنزلش جفاف في الجلد تشققات في الجلد خشونة الجلد مش هتلاقي مرن هتلاقي ملمس وخشن تكلس العظام وتشوهها وتشوه الأسنان تلاقي الأسنان بتاعتك بقت على بعضها عايزة أنها تعمل تقويم علشان تقدر تبقى شكلها لطيف أو كويس هتلاقي بدأت تتكسر حصل فيها تسوس حصل نزيف فيه اللسن هتلاقي عندك بطء فيه النمو هتلاقي تساقط فيه إشع يبقى بالنسبة لأعراض نقص فيتامين ألف في جسم الإنسان العمى أو العشاء الليلي عدم مضوح الرؤية فيه الليل هتلاقي تساقط كتير جدا للشع بطء فيه النمو جفاف في الجلد جفاف فيه ملتحمة العين نفسها هتلاقي جفاف فيه الغدة الدمعية بتاعة الشخص تاني نوع من أنواع فيتامين ألف يقول فيتامينات هو فيتامين دال فيتامين دال اتكلمنا عنه الترمي اللي فات وقلنا أنه هو موجود في نفس المصادر بتاعة فيتامين ألف بيسمى بالفيتامين المضاد للكساح عشان كده لما نلاقي الجنين أول ما بيتولد ويبقى طفل يقول لك ادينه في دروب أو نوع من أنواع الأدوية اللي بتحتوي على فيتامين دال فيتامين دال علشان ما يحصلش للطفل ده لين في العظام أو يصاب بمرض الكساح هيساعد على امتصاص الكاليسيوم من الأمعاء بعد كده يبدأ ينظم من تركيزه داخل الدم وبعد كده داخل الأنسجة جوه الجسم هيرصب الكاليسيوم ده مع الفوسفور في العظام وفي الأسنان طيب فيتامين دال ده ايه هي مصادر فيتامين دال أحصل عليه منين علشان ما صابش باللين في العظام أو صاب بمرض الكساح قال لي ليه 3 حاجات بقدر أن أنا أحصل عليهم من فيتامين دال ايه هما 3 حاجات دول أول حاجة أغذية حيوانية تاني حاجة أغذية نباتية تالت حاجة أشعة الشمس بحصل عليه إزاي من الأغذية الحيوانية اللي موجود في الأسماك اللي موجودة في المياه الملحة زي إيه زي السلمون زي السردين زي الرنجة زي التونة زي زيت كبد الحوت الكبدة صفار البيض اللبن كامل الدسم الزبدة واللحوم والجبنة والإشطة وغيرها من الأغذية الحيوانية اللي بتحتوي على فيتامين دال طب الزيوت النباتية زي ايه قال لي زي زيت الفول السوداني وزي زيت فول السوية تالت حاجة واللي سهلة بالنسبة لناس كتير جدا ويهي اشعة الشمس اتعرض الى اشعة الشمس خلال فترة الصبح لحد فترة الظهيرة بعد الظهيرة لقوا خاصة في فصل الصيف لكن في فصل الشتاء ممكن تتعرض ليه اشعة الشمس طوال اليوم علشان ما بتبقاش الاشعة ضرة في الوقت ده يبقى مصادر فيتامين دال هما ايه اغذية حيوانية زيوت نباتية اشعة الشمس الاغذية الحيوانية اللي موجودة في الاسماك موجودة في استردين موجودة في الرنجا موجودة في الموالح بانواعها موجود في الزيوت النباتية زي زيت الفول السوداني وزي زيت فول السوية موجود في اشعة الشمس خلال تعرضنا لها خلال فترات النهار في فصل الصيف وفي فصل الشتاء ممكن اتعرض للشمس على مدار اليوم عادي طيب ايه احتياجاتك اليومية من فيتامين دال. قال لي اي جسم بيحتاج الى فيتامين دال سواء اطفال سواء جنين سواء رضع سواء مراهكين سواء سيدات حوامل سواء كبار السن ولكن بنسب متفاوتة من حيث الطول من حيث الوزن من حيث نوع العمل او المجهود كل واحد بيحتاج الى وحدة دولية معينة او صعر حراري معين على مدار اليوم. تعالوا نشوف مع بعض كام صعر حراري لكل فئة من الفئات دي. اول حاجة الاطفال والرضع والمراهكين بيحتاجوا كم وحدة? قال لي بيحتاجوا 400 وحدة دولية من فيتامين دال على مدار اليوم طب النساء المرضعات الحوامل بيحتاجوا الدعف. بيحتاجوا الستمية اكتر من الاطفال والرضع والمراهكين طب الرجال والنساء البالغين. قال لي ما فيش دراسات اجرية على الموضوع ده وما فيش توصيات سبتة بيقول لك انا ممكن اكتفي باشعة الشمس بس ان انا اتعرض لها على مدار اليوم واحصل عليها من نفس المصادر اللي انا بحصل عليها من فيتامين الف وخاصة المصادر الحيوانين. يبقى عندي دلوقتي فيتامين دال الفيتامين اللي بيمنع لين العزام بيمنع الكساح لدى الاطفال ولدى كبار السن ليه كم سعر حراري منه اللي بالنسبة للاطفال بالنسبة للمراهكين بيحتاجوا الى 400 وحدة طب بالنسبة ليه الحوامل بالنسبة ليه المرضعات بيحتاجوا الى 600 وحدة بالنسبة ليه النساء اللي هما العاديات او البلغات والرجال وكبار السن اللي بيحتاجوا مفيش توصيات محددة ممكن يتعرضوا لاشعة الشمس كافية جدا انه هما ياخدوا منها او يستمدوا منها مصدر الفيتامين ده او ياخدوا من مصادر فيتامين الف الحيواني ايه اعراض نقصه؟ زي ما ليه اهمية وفايدة للجسم اعراض نقصه بتصيب الجسم باضرار كتيرة جدا منها لين العزام وانا لو فايدته للجسم بيمنع لين العزام وبيمنع الكساح يبقى اعراض نقصه هتسبب لي لين العزام وهتسبب لي الكساح لدى الاطفال لدى الكبار لدى الشباب لدى الحوامل لدى المرضعات كمان زي ما موضح قدامنا في الصورة فيه اسباب تانية لأعراض نقصه اولها الشد العضلي تلاقي الشخص قاعد تحس ان فيه شد عضل وقول له انا مش قدر اقف على رجلي مش قدر اتكلم من الشد العضلي اللي حصاللي تانية حاجة الام في العزام مش قدر يفزل المجهود مش قدر يقوم حس ان جسمه مكسر تغيرات في الحالة المزاجية تحس ان حالته نفسية مش قدر يقوم مش قدر اقوم اعمل حاجة يا ماليش مزاج حالة نفسية سيئة التعب العام والارهاب دايما حاس ان هو تعبان ومرهق ومش قادر يفزل ايه مجهوز خاس كسل وخمول وعايز ينام طول اليوم ما يعملش اي حاجة الام في المفاصل وخاصة وجع والام الظهر كل دي اعراض بيسببها فيتامين دان ونقصه في جسم الانسان دي بالنسبة للفيتامينات اللي بتزيب فين برافا عليكم بتزيب في الدهول بالفيتامينات اللي بتزيب في الدهول زي فيتامين الف وزي فيتامين دي تعالوا بنا بقى نتعرف على الفيتامينات التي تزوب في الماء عندنا فيتامين بي 12 اللي هو فيتامين بي المركب وفيتامين جي هنعرف بردو كل واحد من انواع الفيتامينات دي وايه هي فيدته في جسم الانسان واعراض نقصه اول فيتامين معاني النهار ده وفيتامين الف اللي بيطلق عليه فيتامين السي ماين ايه هو او ايه هي اهميته ان الفيتامين بيه ده هو عامل مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي للكاربوهايدرات اللي هي العنصر توليد الطاقة الحرارية داخل جسم الإنسان وأن النهي أرخص مصدر للغذاء وتنقسم إلى نشويات وسكريات يبقى أهميته عامل مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي بيعمل كمان كعامل مساعد للأنزيمات طب إيه هي أعراض نقص الفيتامين ده في جسم الإنسان قال للفيتامين ده لو ألف جسم الإنسان هيصاب بحاجة اسمه مرض المرض ده أعراضه إيه دمور العضلات لما يجي تروح لأي دكتور كده وقالك أنت عندك دمور في العضلات هو ده اسم المرض أو تشخيصه بيجي منين نتيجة نقص فيتامين بيه داخل جسم الإنسان هتلاقي في التهابات شديدة في الأعصاب مش قادر تمسك الألم مش قادر تمسك كوباية مش قادر تشيل أي حاجة من مكانها أو تنقلها لمكان تاني هتحس أنه عندك شلل أو ما يطلق عليه بالشلل الرعاش هو إذا كان في اليدين أو في الأرجل تضخم في عضلة القلب هبوط وارتشاح في الجسم وممكن الأعراض دي تخلي الفرد لو ما لحقهاش بيه الأدوية والمسكنات وغيرها من طرق العلاج ممكن توصله لحالة الوفاة لقدر الله هي بأعراض نقص فيتامين بيه في جسم الإنسان بيصب بيه مرض دمور العضلات التهابات شديدة جدا فيه العصاب الشلل فيه الأرجل ارتشاح في الجسم هبوط في عضلة القلب والوفاة في نهاية الأمر طيب زي ما احنا عرفنا الاحتياجات اليومية للكاربوهيدرات والدهون والبروتين والفيتامينات اللي بتزوب في الدهون ايه هو بقى فيتامين ده فيتامين بيه ده احتياجات الجسم منها قد ايه على مدار اليوم قال للبلغين بيحتاجوا الى واحد واربعة من عشرة ميلي جرام اللي هما الزكور اما بالنسبة للبلغات من الاناس بيحتاجوا الى واحد ميلي جرام من فيتامين بيه واحد على مدار اليوم كل اللي ما بيزيد النشاط العضل والقوة البدنية للشخص والعمل او المجهود اللي بيقوم به هتزيد احتياجاته من فيتامين بيه واي نوع فيتامين او اي مكمل غزائم اللي تكلمنا عليهم سواء كاربايدرات او دهون او بروتين او اي نوع من انواع الفيتامينات قالب بهجيم ده وغيرها من الفيتامينات كل ما بزود من نشاطي العضلي او من المجهود بتاعي كل ما هحتاج اكتر من انواع الفيتامينات ايه هي مصادر فيتامين بيه اللي موجود في الخميرة البيرة موجود في الخبز موجود في اللحوم في الطيور في الاسماك البكوليات الحبوب الكاملة موجود في البسلة الجافة موجود في اللوبيا في الفسولية الموز الفول السوداني غدة الكبدة الطحال وغيرها من المصادر التانية اللي بتديني مصادر فيتامين بيه كمان لو انا طحنت الحبوب ونخلتها زي الدقيق ده مش هيديك فيتامين بيه فيتامين بيه لازم الحاجة تكون في صورتها الطبعية اللي هي الخميرة البيرة الخبز البلدي اللحوم والطيور الموز الفول السوداني المحمص والسيمسم مش الفول السوداني الغير محمص لا لازم يبقى محمص لنقدر احصل منه على فيتامين بيه واحد تاني نوع من الفيتامينات اللي هو به المركب اللي هو به اتناشر اللي هو خاص بالعزام ما تروح لدكتور عزام كانت تقول له مش قادرة عندي ألم في الرقبة عندي ألم في الظهر عندي رجلي وجعاني يقول لك عندك نقص فيتامين بيه كل الأكلات والوجبات الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين بيه اتناشر او بيديك بعض الحقن والمسكنات ايه اهمية فيتامين بيه اتناشر لجسم الانسان اللي مهم جدا في تكوين الأحماض النووية وكرات الدم الحمراء والمعدة اللي بيتم افرزها من مادة بتساعد على الامتصاص عشان تساعدك في علاج الأعصاب بدل ما تحس ان أعصابك تعبانة وقال لك عمل راس مع عصب عشان اقدر اعرف اذا كان العصب بتاعك متضرر ولا لا اعرف نسبة الفيتامين قلت عندك قد عشان كده بتبدأ تعمل التحاليل عشان نعرف ايه هو نسبة الفيتامين اللي موجودة عندك في جسمك سواء من فيتامين بيه واحد او فيتامين بيه اتناشر قد ايه بعرف برضو مصدر يجي الدكتور اللي انت روح تقوله يقولك ممكن تاكل الأكلات دي بجانب الأدوية عشان اساعد او اسرع من عملية الشفاء بتاعتك ودايما الأكلات والوجبات الغذائية بتبقى احسن كتير جدا من الأدوية لان انا هحصل من الحاجة من صورتها الطبعية بدل ما ااخد ادوية ممكن تضر عضو تاني او جهاز تاني داخل جسمك في الأعضاء الداخلية لجسم الانسان ايه هي مصادر فيتامين بيه اتناشر موجودة في الكبدة موجودة في الكلاوي موجودة في اللحوم والاسماك والالبان بكل منتجتها لكنه لا يوجد في الأطعمة الحيوانية فقط بيوجد في جميع الأطعمة الحيوانية فقط يبقى لو جالك مثلا استؤال هنا في صحة او غلط يوجد فيتامين بيه اتناشر في الأطعمة الحيوانية والنباتية الإجابة هنا خاطئة الأطعمة الحيوانية فقط اللي هي الكبدة الكلاوي اللحوم الاسماك الالبان طيب فيتامين بيه اتناشر ده لو قال عندك ايه الأعراض اللي تظهر عليك عشان تعرف ان ان ده فعلا عندك نقص من فيتامين بيه اتناشر قال لي اول حاجة حاجة اسمها الانيميا الخبيثة اللي هو فكر الدم مصحوبة بوجود كرات دم كبيرة الحجم يبقى انت لو لقيت نفسك عندك فكر دم وفي بقع او كرات دم كبيرة الحجم وتغيرات في نخاع العضل وتحلل في الحبل الشوكي وما انتش قادر توزن نفسك مش قادر تقف مصلوب عندك الاعصاب بتاعتك او في شلال رعاية في اليدين او الارجل تعرف ان عندك فيتامين بيه اتناشر قالل عندك فبتضطر ان انت تاخد ادوية للكلام ده او تتناول الاغذية والوجبات والمكملات الغذائية اللي بتحتوي على هذا الفيتامين طب احتياجاتك اليومية منه قالي اربعة ميكرو جرام على مدار اليوم يبقى انا عندي الفيتامينات اللي بتزوب في المية فيتامين بيه واحد وفيتامين بيه اتناشر المركب اتعرفنا على كل واحد منهم ايه هو اهميته وفايدته لجسم الانسان احتياجات الجسم منها بتكون بتحسب بيه الوحدة الدولية اللي هي بتساوي خمسة من مية ميكرو جرام او جرام او ممكن احسبها بيه الصعر الحراري اتكلمنا على اعراض نقص كل نوع من انواع هذه الفيتامينات داخل جسم الانسان وهنتكلم دلوقتي على ثالث فيتامين معنا وهو فيتامين جيم ايه هو فيتامين جيم اللي هو الفيتامينات الحساسة للضوء والحرارة وهو العديد من الفوائد جدا داخل جسم الانسان ايه هي فايدة العنصر ده او الفيتامين ده داخل جسم الانسان وليه بقول عليه انه هو حساس للضوء والحرارة والهواء قال لي عشان مهم جدا للتقام الجروح لو انت اصبت بجرح بكسر وغيره هو هيساعدك على تكوين الغضاريف هيساعدك على نمو العظام بالشكل السليم هيساعدك على الاسنان تكوين الاسنان حصل تسوس حصل حاجة وانت عايز تعالجها هو هيبدأ يعالج الكلام ده كله نزيف اللسة وان انت عندك مشاكل فيه اللسة بتاعتك هو اللي هيقدر يساعدك على الكلام ده كله سلامت الشعيرات الدموية والاوعية الدموية اللي يجي يقولك ده انت عايز تسليك للأوعية الدموية في جسمك عشان عندك نعصف فيتامين جين بيدخل في تركيب كرات الدم الحمراء والاجسام المضادة للميكروبات عشان ما تصابش باي فيروس او ميكروب من مثلا اي وجبة سبتها مكشوفة اصابت فيروس او ميكروب ميكروب من الجو هو بيكون اجسام مضادة للميكروبات دي تالت حاجة بعامل مؤكسد للمواد الدرة في جسم الانسان اربعة امتصاص الحديد في الامعاء عشان ما يبقاش الحديد بنسبة كبيرة فيدرك لأ هو بياخد النسبة للجسم محتاجها من كل عنصر من العناصر دي وخاصة عنصر الحديد عشان يمنع فقر الدم او الانميا هيد الجسم النشاط والحيوية عشان يقدر يبزل المجهود اللي هو عايزه على مدار اليوم يبقى اهمية فيتامين جيم لجسم الانسان واحد عامل مهم لانتاج الجروح تكوين الغضاريف تكوين العظام والاسنان سلامة الشعيرات الدموية والاوعية الدموية داخل جسم الانسان رقم اتنين يدخل في تكوين كرات الدم الحمراء والاجسام المضادة للميكروبات رقم ثلاثة عامل مؤكسد للمواد الضارة في جسم الانسان رقم خمسة يساعد على امتصاص الحديد في الامعاء ويعطي النشاط والحيوية لجسم الانسان ده بالنسبة لأهمية فيتامين جيم ايه يا مصادر مصادر فيتامين جيم او بحص العليم نين قال لي فيتامين جيم بحص العليم من كل الخضروات سواء كانت الحمراء او الخضراء او الصفراء زي ايه وخاصة الغير مطهية ما جيبش الخضروات وبعدين احقطها على النار وديها تشويحها او ان انا اطيها لا الخضروات الغير مطهية بكل انواعها خضراء وصفراء وحمراء زي البقدونس زي الجرجير زي ورق العنب زي الفلفل الرومي زي الكارنبيت زي الطماطم البطاطس الفول النابت الاناناس والموالح بكل انواعها زي الجوافية زي الفراولة كل دي مصادر بحصل عليها من فيتامين جيم داخل جسم الانسان بكلها بيديني فيتامين جيم عشان يساعدني على النشاط على الحيوية على بس للمجهود على اداء عملي بنشاط يبقى ايه هي الفيتامينات او الاكلات او الخضروات اللي بتحتوي على فيتامين جيم اللي كل الخضروات الصفرة الحمراء الخضرة الغير مطهية مثل الكارنبيت مثل الفلفل الرومي مثل الطماطم البطاطس الفول النابت الفلفل الرومي الاخضر والموالح والجوافة والفراولة طيب اعراض نقص الفيتامين ده في جسمك ايه قال لي اول حاجة الاصابة بمرض اسمه الاسكربوت طبعا هي مسميات للامراض بس احنا بنبقى عارفين اعراضها المرض ده اللي هو الام المفاصل حس ان انت عندك تيبس في المفاصل بتاعتك في عضلات جسمك ده بتقيل عليه في لغة الطب الاسكربوت اللي هو الام في المفاصل تورمها حدوث نزيف داخلي في الاغشية المخاطية بتاعتك تقوم للفم والجلد والقناة الهضمية والعضلات كل الحاجات المبطنة للكلام ده كله لو اصابت يبقى انت عندك نقص في فيتامين دي تاني حاجة بيحصل لك تورم والتهاب في اللسن تلاقي الاسنان بتاعتك بتتلخلخ تأخر ظهورها لضلق الاطفال يعني انت عندك طفل تلاقي ان الطفل ممكن يبقى عنده سنة ونص لسه مظهر لهش اي سنان لعشان ما بياخدش المكملات الغذائية او كفايته من فيتامين جين يبقى اول حاجة الاصابة بمرض الاسكربوت اللي هو الام وتيبس المفاصل تيبس العضلات حدوث نزيف في الاغشية المخاطية هتلاقي نمو الاسنان وتكوينها مش بالشكل السليم هتلاقي تأخر ظهور الاسنان لده الاطفال تالت حاجة نزيف داخل الجلد او الشعيرات الدموية بتاعتك هتلاقيها ان هي ضعيفة دي من اعراض نقص فيتامين جين تأخر التقام الجروح لو انت اصبت بجرحة او كسر او دخلت اجراء اي عملية جراحية هتلاقي عندك ان الجروح دي ممكن تقعد فترة طويلة جدا ممكن توصل لسنة او سنتين عشان ترجع لوضعها الطبيعي ليه؟ عشان انت برضو ما بتاخدش الفيتامينات اللي هتساعدك على التقام الجروح او هي المنصادر او العناصر الغذائية اللي بتعمل على نظيم العمليات الحيوية داخل جسمك هتلاقي عندك التهاب في المفاصل بصفة مستمرة العزام بتاعتك ضعيفة عندك فقدان للشهية ما انتش عايز تاكل اي حاجة فهتلاقي نفسك الليد في الوزن هتلاقي عندك ضعف وعندك خمول عندك كسل كل دي من اعراض فيتامين جيم ونقصها داخل جسم الانسان تعالوا لخصهم تاني في شكل نقاط ما هي اعراض او تكلم عن اعراض نقص فيتامين جيم في جسم الانسان هنقول رقم واحد الاصابة بمرض الاسكربوت ما هو مرض الاسكربوت؟ هو حدوث الام وتيبس فيه المفاصل وتورمها حدوث نزيف داخلي في الاغشية المخاطية المبطنة الفم الجلد القنال هضمية العضلات تورم والتهابات اللسة الاسنان حدوث تخلخل للاسنان تأخر ظهور الاسنان لدى الاطفال نزيف تحت الجلد ضعف الشعيرات الدموية وتأخر التقام الجروح والكسور كل التكوين الاجسام المضادة للمقربات واخيرا التهاب المفاصل وضعف العزام والعضلات ايه هي احتياجات الجسم من فيتامين جيم؟ قال لي برضو زي الفيتامينات اللي احنا تكلمنا عنها كلها ان احنا بنحتاج لكم وحدة دولية او كم ميكرو جرام او كم سعر حراري قلنا برضو بتختلف من شخص لاخر من شخص بالغ لسيدة من زكرة لانسة حسب الطول والوزن والجنس ونوع العمل الشخص البالغ بيحتاج كم ميلي جرام؟ بيحتاج الى 70 ميلي جرام طب المراهج بيحتاج كم ميلي جرام؟ 90 ميلي جرام طب الطفل 30 ميلي جرام السيدة الحامل بتحتاج الى 100 ميلي جرام وبكده اعزائي بناتي وبناتي طلاب التعليم الفني نكون تعرفنا النهاردة على عنصر من عناصر توليد الطاقة الكهربائية داخل جسم الجنسان الطاقة الحرارية وهو المواد الدهنية المواد الدهنية هي المصدر الرئيسي للطاقة داخل جسم الانسان زيها زي الكاربايدرات تعرفنا على فويدها واهمية الجسم الانسان واعراض نقصها والسعرات الحرارية وازاي بيتم مهض وامتصاص المواد الدهنية اتكلمنا عن نوع من انواع الفيتامينات وقلنا انها تنقسم الى فيتامينات بتزوب في المية وفيتامينات بتزوب في الدهون اتكلمنا عن فيتامين الف وفيتامين دال من الفيتامينات اللي بتزوب في الدهون وفيتامين به به المركب وفيتامين جيم وهي الفيتامينات اللي بتزوب في المية اتكلمنا عن كل واحد فيه من اعراض نقصه واهميته الجسم الانسان واحتياجاتنا اليومية منها وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم متمنية لكل أبناء طلاب التعليم الفني الفندوقي النجاح والتفوق في كل المراحل الدراسية منتظر أي سؤال أو استفسار على موقعنا على اليوتيوب قطاع التعليم الفني أو التليجرام أو الفيسبوك وشكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله